بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في هذا الفيديو الجديد حوالين برنامج لازرال النهاردة ان شاء الله هنتكلم حوالين نقطة وهي استخدام ما يسمى سامري داتا او ملخص البيانات في برنامج لازرال ازاي استخدم بدل احنا هنشوف ان احنا عندنا انواعين من البيانات ممكن برنامج لازرال يتعامل معهم اما ما يسمى الرو داتا اللى هي البيانات الخام او يتعامل مع حاجة اسمها السامري داتا اللى هي ملخص البيانات او البيانات الملخصة ايه هي البيانات الملخصة ومتى تستخدم ده اللى احنا هنشوفه مع بعض نهاردة في فيديو النهاردة وحندي مثال ازاي نستخدم ملخص البيانات او summary data في عمل structure equation modeling او كحالة خاصة path analysis او تحليل المسار كمثال على استخدام summary data تعالى نشوف مع بعض النهاردة هنتكلم في ايه معاكم الستاذ الدكتور محمد حفش حسين استاذ عامل من نفس التربية و بكلية تربية جامعة اسكندرية ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك لو تعرف ان في حد ممكن يستفيد بيه هو على صفتح تعمل له share في جميع الاحوال ما تنساش هتكتعمل subscribe عشان خاطر لسه هنستكمل موضوعات كتيرة جدا في الازرال كاستكمل السلسلة تعلم هذا البرمجة الاحصائية او الصفت وير الاحصائية تعافي الاول نتفق ونقول مع بعض ايه المصود بملخص البيانات احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من البيانات اللي هي البيانات الخام وملخص البيانات ودي بيانات الخام دي اللي غالبا ما نتعامل معاها عندما تكون عندي البيانات كاملة ودي شكلها عامل ازاي؟ ببساطة ببساطة البيانات الخام بيبقى عبارة عن كل صف في اللي عندي بيمثل حالة case طالب مريض مؤسسة او اي شيء اخر وكل عمود بيمثل variable او خاصية من الخصائص التي تصل هذا الشخص او هذا الشيء او هذه المؤسسة او whatever الشيء ده ايه يبقى اذا عندي كل صف يمثل حالة وكل عمود يمثل متغير يعني لو انا ببساطة عندي عينة فيها 200 شخص يبقى لازم يكون عندي 200 صف والداتا بتاعتي فيها 6 متغيرات يبقى لازم عندي 6 اعمدة يبقى انا عندي حاجة spread sheet او عندي table يعني جدول هذا الجدول موجود فيه 300 او 200 او 1000 صف حسب حجم العينة وعندي 6 او 10 او 19 عمود حسب عدد المتغيرات ده البيانات الخام البيانات الخام اللي ممكن تكون مثال زي هاداكم شايفينه انا عندي هنا مثلا كعينة صغيرة عندي عينة فيها 5 حالات الحالة ان هي الف وبيه وجيم ودال وهي عندي اربع متغيرات عندي لكل شخص الذكاء والعمر ونوع الاجتماع والكلية يعني الشخص الاولاني اللي هو الف ده 120 ذكاء وعمره 22 سنة نوعه ان هو ميل ذكر ده من كلية الطب وهكذا تاني مية وخمستاشر واحد وعشرين سنة في ميل سيدة او طالبة ومكلية تربية وهكذا اذا لو انا عندي الدرجات الخام يبقى حسب حجم العينة يبقى عندي صوب يعني عينتي في المثال اللي قدامي ده 5 وعدد العمودة 4 يعني عندي اربع خصائص او اربع متغيرات بيصفوا هذا الافراد او بيرضوا عينة بحسين ده البيانات الخام اللي لو قدرنا نوصلها يعني بيبقى شيء جميل جدنا لانه بيديني امكانيات اكتر وده ممكن يتعامل مع برنامج الليزرال اه طبعا زي وزي برنامج الاس بي اس اس زي بقى اي برنامج اخر البيانات درجات الخام بيقدر يتعامل معها او الرو داتا لكن احيانا ما بيبقاش عندي اكسيسابيليتي او اتاحة لهذه النوع من البيانات الخام السبب ايه لاسباب كتيرة جدا ممكن يكون بعضها مثلا دي مش بياناتي انا الاساسية دي بيانات شخص اخر وبالتالي مش قادر اتواصل معاه وانا عايز اجرب او ان انا عايز اجري التحليل او استفقاعيه التحليل اللي هو عامله فمش قادر اوصل للشخص او قادر اوصله بس هو بيرفد يديني البيانات الخام بتاعتي او ان انا عايز اتدرب فشوفت قارية مقالة فلقيت المقالة ديت موجود فيها يعني مثال على الستركشور اكوشن مودلج وعايز انا اطبقه من نظام جساس او برنامج اسفل لازرال فبالتالي عايز البيانات الخام ما قدتش وصل لها فبالتالي بستخدم السامري داتا ممكن تبقى بياناتك انت شخصيا ولكنها فقدت الكمبيوتر حصل له فيروس او بيانات قديمة انت محتفظتش بيها بطريقة صحيحة ففقدت لكن اللي موجود عندك السامري داتا ممكن برضو في هذه الحالة يعني ممكن استخدام السامري داتا في عمل نفس التحليل الاحصائي والوصول الى نفس القيم تقريبا او نفس النتائج مع عملتها تقريبات عشرية تبقى بسيطة طيب موارد يعني ايه سامري داتا يعني المقصود بملخص البيانات استخدام قيم معاملات الارتباط اه متوسطات حرافات معيارية اه التباين المشترك لوالكوفاريانس مثلا اه وحجم العينة لان انا ما بقدرش اعرف السامري داتا لازم يكون في عندي متغرح وناجم العينة لان ما قدرش اعرف من المعامل الارتباط والمتوسطات حراف المعياري حجم العينة بكام ما قدرش اعرف يبقى لازم وانا بدخل في السامري داتا اقول له حجم العينة بكام دي بستخدمها بديلا عن الدرجات الخام لكي ننفذ نمزجها زي برنامج الليزرال خلي بقى لكو احنا كنا عاملين فيديو قبل كده لبرنامج الاموس ازاي استخدم السامري داتا وده مثالA طب اذا انا عندي اللي خليني استخدم السامري داتا بدل البيانات الخام زي ما قلت ان احيانا بيكون البيانات الخام مش متاحة احيانا بيتبع متاحة ومع ذلك بستخدم السامري داتا لان انا ممكن استخدم برنامج جزا tigers اللي هو البرنامج اللي ممكن يطلع لي مصفوفة يعني معينة اقدر استخدمها علشان خاطر ان انا اعمل عليها التحليل. يعني بلمج البرنامج يجهز لي مصفوفة معينة ثم استخدم المصفوفة ديت اللي اعتبر بمثابة سامري داتا عشان ادخلها في التحليل الاحصائي بعد كده. في جميع الاحوال احنا عايزين نشوف مع بعض ازاي ان انا اتعامل مع ملخص البيانات في برنامج الازراء. تذكر معي ان انا ممكن يكون ملخص البيانات هو ايه? ودي مهمة جدا. مصفوفة معاملات ارتباط المتوسطات بتاعت المتغيرات للحالفات المعارية حجم العينة وهكذا. البيانات دي. هي دي بيانات الاساسية. لو قدرت اوصل لها قدر اجري التحليل الاحصائي بتاعي بالزبط. طب كيف ادخل هذه البيانات? ممكن تكون هذه البيانات ادخلها بطريقة يدوية زي ما حنشوف مع بعض وممكن ادخلها انها تكون موجودة في ملف جاهز ملف اخر يجاهزوه البريلز اللي هو بريلزراء وبعضين يبدأ ان هو احفظه ثم خليه اقرامل ملف خارجي. في جميع الاحوال تحنشوف مع بعض ازاي ان انا ممكن ادخل البيانات او ان انا اعمل الموضوع ده بشكل عامل زي. تعال نشوف مع بعض حنعمل ايه من خلال نروح برنامج اللي ازراء. حنبدأ مع بعض في الحالة الاولانية. الحالة الاولانية ان انا عندي مثلا بقرأ في احد المقالات فلاقيت ان انا عندي في ارقام موجودة مصفوط وعملات ارتباط ولقيت المتوسط لقيت summary data وانا بنقرأ في احد المقالات لقيت summary data. وبالتالي حبيت ان انا اعيد عملية replication عملية تكرار اللي موجود في الرسالة في البحث ده هوت بان انا اكرر الدراسة بحيث ان انا اتوصل الى نفس النموذج وتأكد ان انا فاهم برنامج زي برنامج اللي ازرر بطريقة صحيحة فازاي ادخل الداتا بطريقة مباشرة في البرنامج مش موجودة في ملف خارجي طبعا ممكن اضعها في ملف خارجي بس هناخترض الحالة والنية ان انا هكتبها يدوي في البرنامج طب ازاي نتم الموضوع ده اولا هنبدأ مع بعض ان احنا نقول فايل ومن فايل هنقول نيو ثم هاختار من النيو السيمبلز بروجيكت سيمبلز بروجيكت ده اللي انا هاختاره هيفتح لي طبعا شاشة فاضية وقبل منها هيقول لي احفظ الملف ده دي له اسم فانا هسمي الملف ده مثلا نسميه بروجرام بروجرام وان سميه كده بروجرام واحد سميه كده هيبدأ يفتح لي شاشة بيضة ويقول لي ادي الملف بتاعك مفيش عندك اي متغيرات مفيش عندك حاجة لانك انت محملتش اي داتا والتالي ممكن اقلل دي اوي بهذا الشكل احنا اتفقنا في فيديوهات سابقة ان اول خطوة بنكتبها بنعمل تايتل التايتل ده اوبشنال لازم لو ان اللي عايز يتعلم البرنامج لازم يجيب ورقة وقلم ويكتب اللي احنا بنقوله ده علشان خاطر الامر مش هيجي من مرة واحدة الامر هيجي من حتة ممارسات وحيجي تقرأ وتراجع وتسمع الفيديو ده اكتر من مرة عشان تدعي تتعلم الفكرة اول خطوة او اول حاجة في برنامج السيمبلس ان انا اكتب تايتل فحقوله والله لازرال 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 with summary data لاحظوا حضراتكم من الخط هنا عندي اكبر وانا عملت الخط الاكبر ده ازاي من خلال الابشن ده من خلال الابشن ده قلت له خليه عندي الخط بتاعي بولد وخلي الخط بتاعي اتناش اربعتاشر تقريبا على ما تذكر هو بولد واربعتاشر بالزبط كده يعني ممكن اقول له بولد كمان وستاشر بس هيبقى اكتر من اللازم مبالغ فيه عشان بس الناس تعرف ليه الخط قد يكون مختلف عنك في النسخة اللي عندك ده مجرد option انا عملته فقول له الازرال with summary data خلاص ده title ممكن اكمل تاني by مثلا doctor محمد ده كل ده حفشي حسين في اي restriction وانا بكتب التايتل a restriction الوحيد ان حضرتك ما تحطش كلمة من الكلمات اللي هي لها معنى بالنسبة للتنامج ما ينفعش اقول له مثلا اول كلمة تبقى absorbed variables او كلمة مثلا زي كلمة end of program end of problems او path diagram او كلام اللي احنا هنكتبوه دلوقتش مع بعض طيب كتبنا التايتل ايه الخطوة اللي بعد كده ان انا اقول له فين الabsorbed variable بتاعتي احنا طبعا ايه aabsorbed اقول له كده aabsorbed variables بتاعتي وحط نقطتهم فوق بعض نقطتهم فوق بعض نقطتهم فوق بعض المهم جدا ان هم يبقوا لازقين في كلمة الاس في اخر حرفة في كلمة variables لوها الاس وحنشوف لو احنا نسينا كده وصيبنا مسافة هيحصل ايه طب ايه هم المتغيرات اللي عندنا نقول له وصل الله نفترض ان عندي الage والايكيو نسبة الزكاء والعمر والجي بي ايه مثلا يعني ادي المتغيرات الموجودة في النموذج اللي انا عايز اعمله مجرد مثال بسيط يعني طيب تمام يبقى اذا عندي تلات متغيرات اسمهم ايه اسمهم الage والايكيو والجي بي ايه خلي بالك برضو مشكلة بقول ليه نازم تكون فيه وراء وقلم وانت حابق تكتب اسم المتغير في برنامج الليزرال لا يزيد عن تمن احرف ولو زودت عن تمن احرف هو زودت نفسه هيعمل لهم كت هيقللهم ويخليهم تمن احرف فبرضو خلي بالك في الازرال لازم عدد الفيريابروز اللي انا استخدمهم ما يكونش فيه ما لا يزيد عن تمن احرف ولو كان الاسم فيه مسافة لو كان الاسم المتغير فيه مسافة لابد يتحطوا بين علامات تنصيص لابد يتحطوا بين علامات تنصيص يعني لو شفنا مثلا لو انا حطيت متغير كمان ونسميه مثلا attitude مثلا للانجليش مثلا يبدي كلمة على بعضها attitude to english الاتجاه نحو اللغة الانجليزية على اساس ان ال GBA ده ده في مادة اللغة الانجليزية مثلا مادة اللغة الانجليزية فلابد ان انا حط ما بين علامات تنصيص شايف هم ده متغير واحد برضو ورقة وقلم وكتب حتى لو انت عايز تتعلم اما بتسمع الفيديو كده مجرد يعني ثقافة خلاص اه اوكي لكن لو بتسمع عشان قط التعلم لازم ورقة وقلم وحتاج تكتب الكلام اللي انا بقوله ده لان الكلام ده اه بيحياخد منك وقت وعققها في اخطاء كتيرة جدا طب انا عملت المتغيرات ايه اللي موجود بعد كده ايه اللي موجود بعد كده انا حتاكت تقوله ال correlation matrix بتاعتي هي اللي جاية ولا ال covariance matrix اللي جاية ولا ايه اللي جاية يقوله والله طيب بتاعنا افترض ان انا هستخدم ال correlation ال correlation هقوله دي correlation matrix بتاعتنا طب دي شكلها عامل ازاي اه اعملوا ارتباط الage بنفسه ايه ايه متغير بيرتبط بنفسه بواحد طبية منطقي طيب السطر اللي بعد منه يبقى الage مع الايكيو تعالنا افترض ان الage مع الايكيو شمعنا الايكيو لان تاني متغير على طول هو الايكيو ده بكام اه نفترض ان هو مثلا بخمسة من عشر طيب ايه اللي جاية بعد كده الايكيو بنفسه مش هو ده تاني متغير بواحد برضه الدياجونال عيبقى بواحد على طول طب وثلت حاجة الage مع الage بي ايه الage مع الage بي ايه خليه مثلا بوينت تو طيب ايه تاني بعد كده الايكيو مع الage بي ايه بكام نفترض ان ده بسبعة من عشر طب والاخر تقول رقم ثلاثة بواحد برضه دي المصفوق ولازم تبقى انت فاهم انك 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 انت بتاخد الايكيو مع الايكيو مع الage بي ايه الاربع دول مع بعض طب رابع حاجة يبقى الايكيو مع الاتيتتوت الage مع الage بنت المصفوق لانه هتبقى الحاجة ارتبطها ضائف طيب والامر الage مع الage الage بي ايه الage مع الage بكام اقوله بالله الage مع الage خليها ب يعني ثلاثة ماشا طيب والاحişة الage مع الage lleg بي ايه där لازم تكون حاجة عالية شوية وانا افترض انه ب4 من 10 طب فاضل الage مع نفسه بواحد لازم ليه دياجنال بواحد لان دي ارتباط الحاجة بنفسها. والمصفوفة دي اسمها مصفوفة معاملات الارتباط. طب ليه انت كتبت الوف دياجنال اللي تحت القطر واللي فوق ما كتبتوش لان هي سيماتريك والكمبيوتر عايفة منها سيماتريك. طيب انا ممكن احط كمان حاجة تانية. اه ممكن حطيتك كمان تحط مثلا يعني لو انت عايز تحط كمان المتوسطات. طب اقول له ايه مثلا ممكن نقول له ان المينز المينز يعني المتوسطات بكام سطر البعد منه مش جنبها. سطر البعد منه. اقول له والله الاتج خليه مثلا اه نقول اه باربعتاشر بوينت فايف ده متوسط الاتج. اشمع كتبت الاتج الاول لان ترتيب ادخال المتغيرات انا عامله كده الاتج الايكيو. طب الايكيو بكام? نفترض انه بمية وخمسة وسبعة من عشرة. مثلا. طيب والجي بي اي? الجي بي اي ده من واحد لاربعة خليه يبقى اتنين وسبعة من عشرة. طب الاتج ناحية اللغة الانجليزية. نقول والله ان ده نفترض ان المقياس من يعني ندي له رقم كده تقريبي ونقول مثلا اه عشرين وسبعة من عشرة. يبقى انا دخلت المينز ودخلت الكوروليشن. ده مقف ده عايزة ساخل لحراف المعياري. اه هقول له كده النحراف المعياري. الانحرافات المعيارية في السطر اللي بعدها. مش على نفس السطر. سطر بعدها. والله نجي بسيا للدخل قال والله ان كان آآ بواحد واحد من عشر. طب والايكيو نفترض انه أنه كان بعشرة وسابعة من عشرة. طب والجي بي اي. نخليه كده equal 4 من طب وده هو اللي هي الاتتتوت نفترض ان هو كان نقول مثلا 3 و 4 من 10 كده انا دخلت المصهوفة بتاعتي المصهوفة دخلتها بسرعة وقتية طبعا المصهوفة دي ممكن تكون موجودة في بحث ممكن زي ما قلت موجودة عندك بتقرأ بيه برز بتقرأ حاجة لقيت حاجة لقيت مصهوفة لقيت المعلومات ديت مظبوط جميل طب ايه اللي فاضل تاني انا قلت لازم كمان ادخل السامبل سايدس انا انا ممكن ما حطش ال mineز دا انا ممكن ملغي ممكن الغى ساندر دفيشن ما دخلهوش وحقولك الفرق حيبقين طيب يبقى فاضل نتكلم نقول له ان السامبل سايز حجم العينه النقطةين فوق بعض بكن بقى حجم العينه نقول له كده نفترض انه اما كانت ربع مية وخمسين كان حجم العينه في البحث ده بربع مية وخمسين انه نقطةين فوق بعض دولهات لازم انا هنعمل يبدأ بعدنا نشوف الاخطاء اللي ممكن ناس تققع فيها ربع مية وخمسين اوكي فاضل ايه بعد كد فاضل بقى ان اكتب علاقات اللي بتربط ما بين الاج والايكيو والجي بي اي والاتتتود انا مثلا انا عايز افطرد اكتب كده علاقات يعني معامل العلاقات وحط نقطتين فبعض رازقين في الاس على طول كده والوالله انا عايز اتنبأ بيه الجي بي اي ده يساوي اللي جاي بقى الايكيو والاج وفيه كمان اللي هو اتتتود في الدعاء الانجليش وبعد كده انا كده باعمل باث دايجرام عايز اتنبأ بالجي بي اي ده الواي بتاعي وعندي الايكيو والاج دي متغيرات اكسجنس كده في بينها ارتباطات عايز اعمل بقى كده الباث دايجرام ارسم للرسمة دايجرام ماشي ارسمها لي يعني وقعد نقول لي بقى انت اوف بروبلم خلص الموضوع على كده اصيف اصيف في بقى ان دايجرام عايز اكسجنس وlassائف غيب وارد جدا وارد جدا ان انت saute اول مرة يكون فيه اخطاء يعني مثلا هنا اينة ربعا اتنين تلاته ارباعا ربعا لاناندي على اربعا متغيرات هنا واحد اتنين تلاته ادو واحد اتنين تلاته ارباعا لاناندي أربع متغيرات انا عندي الستاندرد دي بيشن واحد اتنين تلاتة اربعة لان انا دي اربعة متغرق فالعملية كلها واضحة بازرق قالت جدا ان احنا نجد برنامج اللي انا فيه خطأ ونكتشف مع بعض الخطأ ايه ونتعلم من اخطأنا ونتعلم من اخطأنا فانا حابدا اقول له كده رن هيبدأ يحاول ينفذ اللي انا كاتبه له ده لو لاقا الدينيها سليمة بيدين رسالة او يطلّع الرسم اللي انا رسامتها اللي ايها فيها ال جي بي ايه بدلات الاي كيو والإيج والكلام زي ده لو فيها مشكلة هيطلع الرسالة برده تقول لي ان انت عندك مشكلة في عمل هذا الايه؟ في شكل هذا البرنامج المهم ان احنا لو بصنا كده ان التيطل بتاعي موجود ونطبعا احنا شوفنا الكلام ده قبل كده والدتي الفيديوهات تتابع مع بعضها بحيس ان احنا نشوف واضح ان انا ما عنديش اي مشكلة انا ما كتمتش حاجة غلط خالص مش شرط ان حضرتك ما تتوقعش ان احتك من او حوريك ان ممكن اخطاق صغيرة جدا تخلي البرنامج ما يكملش يعني قولي ان في خطأ طبعا هنا جادة يقول لي كاي سكوير بسفر ودرجة حرية بسفر طبعا ده نموذك مجموعة متشبع مفووش تشبع يعني كل حاجة انا افترطها وذلك بعض الزملاء كان بيسألني يعني بعيد لي رسالة احد الزملاء بيقول لي هوا ممكن كاي سكوير تطلع بسفر اه ممكن زي المثال اللي قدامني ده كاي سكوير بسفر ليه لان النموذك عندي ساتوريتد مفوووذك متشبع كل التأثيرات افترطها لا يوجد شيء ما افترطهاش فيش حاجة لم افترضها وبالتالي النموذك طلع بهذا الشكل نموذك طلع بهذا الايه بهذا الشكل يبقى احنا كده شفنا لو انا رجعت كده عندي الويندوز بتاعتي وبصيت على الاوتبوت بتاعي حاجة انه طبعا بيديني يقولي النهاردة كام 25.8 والنهاردة وانت ايه نسخة اللي انت بتستخدمها وهنا بيقولي the following lines ده الملف بتاعي موجود فين والإزرال والثامري داتا باي دكتور محمد ده التايتل اللي انا ادخلته عتاجه ده يتكرر ودي متغيرات ودي كوروليشا ماتريكس انت دخلتها دي البيانات انا دخلتها بس هو لما جاي يتعامل يتعامل مع ال covariance matrix نقف هنا بقى لان ده نقطة مهمة جدا انا مقلت لهش يحل الايه انا قلت له دخلت له ال covariance matrix لكن هو اتعامل مع ال covariance matrix المنطق بتاع البرنامج اللي ازرال انه بيفضل التعامل مع ال covariance matrix انت دخلت له ال covariance بس دخلنا مع ال covariance standard deviation خلي بالك النقطة دي مهمة جدا كنت عايز يتعلم وتفهم لازرال احنا دخلنا مع ال covariance standard deviation فهو حول ال covariance وحولها لي ال covariance matrix ال covariance matrix خد ال covariance و ال covariance matrix بالرغم ان انا اول متغير هو ال covariance و جي بي ايه رقم ثلاثة بس هو لما جاي يعمل covariance matrix حط رقم واحد لماذا؟ لانه ببساطة جي بي ايه ده ال covari ده ال covariance بيجيبه دايما في الاول وبعد كده يحط ال covariance منطق اللي ازرال كده يجيب الحاجة بالرغم ان احنا ايه بالرغم ان احنا احنا حطينه بترتيب مختلف وبالتالي ال 16 من 100 دي جيبت منين لو حضرتك مسكت ال 4 من 10 دي ال 4 من 10 دي اضربتها في نفسها هتلع لك الرقم ده لان ال covariance لما اضربه في نفسه يديني ال covariance فالقطر يبقى في ال covariance والسبقطر ده ال covariance اللي هو التباين المشترك التباين المشترك طبعا حسابه ممكن ترام عندي correlation وعندي standard deviation احسابه يبقى ملاحظات مهمة جدا بالرغم ان انا دخلتلو ال covariance matrix لانها الافضل في التعامل لكن افترض ان انا مدخلتلوش ال covariance matrix اللي بتدوت ال standard deviation كان حيضطر يتعامل مع ال covariance matrix وحوري حضراتكم الكلام ده بده يقولي خلي بالك السامبل size 420 مظبوط ده اللي انا دخلته وقادي جاب يقولي ال R² بقى بتاعتك ب55 من 100 وده GBA بتاع ال H هنا هو طبعا هنا خلي بالكم برضو ده يعتبر بمثابة ال estimation بتاعي التقدير تقدير وده standard error وده قيمة z value يعني لو خدت حضرتك ال estimation هو سالب 6 من 100 دقريبا يعني او 67 من 1000 واسمتهم على 13 من 1000 هتقسمهم على بعض هيتطلع لك القيمة ديت قيمة دي دالة ولا غير دالة دالة طبعا لان z z value وبالتالي قيمة z value هنا هو بتقول ايه لو كانت one point nine six six هتبقى دالة وهي اكبر منها بصرف النظر عن الاشارة وهنا طبعا دي اكيد دالة وده اكيد دالة وده مقدار التباين المفذر ما عنديش غير معادلة واحدة ايوه ما عنديش غير معادلة واحدة لان ما عنديش غير indigenous واحد بس اللي هو ال GBA بدأ يقولي ال covariant matrix of independent variables اللي هي الايه ما عنديش غير معادلة واحدة وده ادخل طبعا جاب لي قيمة اه يعني number of parameters عندي بكام والقيق عندي بكام والدجري وفريد طبعا هي قيم كلها ممتازة لان طبعا عندي النموذج عندي تعال بس نرجع تاني نرجع تاني انا بوريك ازاي نستخدم السامري داتا هقفل ده برضو مش هسيف مش عايزة سيف حاجة اه ادي الage واي كلها وانا غلطت مثلا يعني شو بحك ايه اخطأت فيها ان انا لو شلت ده من هنا شلت ده ونسيت احطه ده ده نسيت احط العلمتين دولار هيفترض ايه البرنامج حيفترض انك عندي متغيرين واحد اسمه الاتتتود واحد اسمه انجليش هيفترض كده واذاك لو انا سيفت كده وبدأت كده اقول له نفذ الكلام ده هوت هيبصي لاي عادة المتغيرات مش ماشي مع الموضوع عادي ديني ايرور بيقول لي في ايرور سببها ايه ويعني انت بتقوله ده انا مش فاهم حاجة اقول لحضرتك وبقولك ان احنا لقينا كلمة مينز هنا ده انت اقيل انت عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انت ليه خلصت قبل اربعة ده واحد اثنين ثلاثة اربعة فين الخامس هو لقي كلمة مينز كان مفقود لقي رقم هنا فيقول لك تخلي بالك من الاخطاء دي لانها حاجات مبت يعني تبقى بسيطة جدا في خطأ ابسط من ده بكتير بقى في خطأ ابسط من ده كتير واحيانا البرنامج بيدي عليه خطأ بيعتبره خطأ اللي هو ايه ان انا ام جاي ساب مسافة كده و ام جاي بالخطأ مثلا مقرب الاتج بهذا الشكل مقرب الاتج يعني انا خليت الاتج لزقة في النقطتين دولة وبعدتها عنده هوت شوية وامت جاي قيل له مسلا سايف اوكي سايف لي الكلام ده واعمل لي رن انا تحطت له خلاص صلحت لك ده طب تعاني اعمل رن كده نشوف حيعمل ايه حيقبل ويطلع برضو بيقول لي غلط ايه الغلط غلط اغريب بقى المراضي بيقول لك سنتاكس ايرور فاون في عندك ايه فيريابول ايج از نوت فاون ده معندكش انت معندكش فيريابول ايج جبتوا منين الاتج داش انت حطولي في المعادلة جبتوا منين انا جبتوا منين ده انا جبتوا من هنا ما موجودة هو اه بس حتى لزقت في النقطتين دولة وطالما لزقت في النقطتين دولة فبيرنامج حيقراك انه نقطتين ايج فعايز متغرس من نقطتين ايج ولو افترض نقطتين ايج يعني كده بعدتهم عن بعض احيانا بيقبلها واحيانا ما بيقبلهاش انا مهم ان انا فصلت ده عن ده اخطاء في منتعل بساطة لكن مع ذلك بنجد انها احيانا بتعملنا مشكلة برضو هنا بيقول لي انه في حاجة غلط انا ما عملتش حاجة ايه الغلط ان حضرتك سايب مسافة شايفين قد ايه البرامج قوي للاخطاء انا عايزك تقرب ده من هنا كده ده يقرب من ده ده يقرب بالشغل ده كده كده انا هتمشهولي كده شوف مجرد مسافة ما بين النقطتين وكلمة فيريابولز اخطاء غريبة جدا 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 واخطاء تافة جدا لكن وقفت الدنيا وقفت البرنامج خالص وخلت البرنامج لا يعمل خلت البرنامج لا يعمل لو رجعت برضو مرة تاني انا بحاول ان اشوف بعض الاخطاء اللي ممكن نقع فيها تمام طيب انا كده هشيل الستاندر ديفيشن ده من هنا اه لو انا شلت الشتاندر ديفيشن ده من هنا تمام وعسيك في الكلام ده المرة ده هيتطر يتعامل معه الcorrelation matrix لأنه مش هيعرف يكون ال covariance matrix هيضطر يتعامل معها حيضطر يتعامل معها لأنه عشان يحول ال covariance matrix ال covariance matrix كان ما يحتاجها ال standard deviation حضرتكم ما تطلوش لم تعطي له هذا ال covariance matrix ال standard deviation مش هيعرف يتعامل معها وهيتعامل مع ال covariance matrix وذلك المشكلة هتبقى ان هو هيقولك هيطلع لك نتج عاجي بس حواري لحضراتكم ان احنا لما حنشوف الاوتبوت بتاعتنا مش هنلاقي يتعامل مع ال covariance matrix اتمضطر البرنامج ان يتعمل مع الكروليشان ماتريكس. ده يخلي النتائج تختلف. اكيد النتائج ممكن تختلف. لكن وجود المتوسط هيساعده شوية? اه هيساعده اكيد. فزاك لوحطة عند الاوتبوت بيقول لي ايه كوروليشان ماتريكس. ريزلر والسامري داتا. قدين هنا كوروليشان ماتريكس. اللهم انت تعملت المفضل مع الكونفاريانس ماتريكس. لان احنا كنا عطشين له الستاندر ديفييشن. المرضي مع طانوش. مع التالي مش حارف يعمل حاجة. لكن مازالت القيم زي ما هي? مازالت القيم زي ما هي. طب لو احنا شلنا المينز. هل المؤشرات ما زالت دي خمسة? ومازالت دي سع اعتراشة? ما زالت القيم مصبوطة? ما زالت القيم مصبوطة. لكن انا دلوقتي تعملت مع الكوروليشان ماتريكس. وممكن اتعامل معها ممكن اتعامل معاها. تعال نرجع تاني ونشيل كمان المتوسط. هنشيل كمان المتوسط. ممكن طبعا البرنامج حيشتغل عادي برضو لان دي معلومات اضافية صحيح بتخلي النتاج اكثر دقة لكنها نتاج اضافية فانا ممكن برضو اعمل له كده فيش اي مشكلة وهتظهر النتاج عادي وهتظهر النتاج عادي ولو رحنا ل الاوتبوت بتاعتنا هنبص نلاقي النتاج ظهر عادي جدا فيش اي حاجة لان دي معلومات اضافية مضافة لم يختلف قيمة اي شيء من القامل الموجود تعمل مع الCorrelation Matrix تعمل مع الCorrelation Matrix ليه ما تعملش مع الCovariance Matrix طبعا الCovariance Matrix لو تلاحظه ده واحد في النقل فافترض ان انت بتعمل كأنك بتعمل مع ايه كأنك بتعمل مع درجات معيارية لان الCovariance Matrix هي Correlation Matrix دي هي ديت فطبعا فطبعا ده كأنه بيفترض ان الدرجات بتاعتك درجات معيارية لكن لم تختلف النتائج في اي ايه في اي شيء تمام طيب احنا كده شفنا ازاق رسمة رسمت الرسمة ترسبت والرسمة جميلة والرسمة رائعة ممكن واحد يقول لي طيب انا ممكن اخلي الاج والاي كيو يقصروا في الاتي تيود مثلا والاتي تيود بقى كده يقصر بالجي بي اي ازاي اعمل الموضوع ده عشان نعمل الموضوع ده هنرجع مرة تانية ونضيف معادلة تانية طيب عايز تخلي ان ده يبقى هنا هوت ودول بس يبقى دول اكسجنس وده مبقاش اكسجنس يعني عايز تخلي ده هوت تعتبر y اه طيب كويس جدا تعال نقفل ده كده تعال نقفل ده كده ونقول له كده no بس بدي لحضراتكم مثال اخر هو ان احنا نعمل اكويشن تانية اكويشن تانية نقول كده relation اه لا اكتب معادلة على طول هنقول له كده الاتي تيود ده تعال افترك كده الاتي تيود ده بيأثر في ايه ده بيتوقف على ايه والايكيو حتى نشيلهم من هنا نخلي كإني بفترض الاتي تيود بتقف انجرينيك ده متغير ميدياتور متغير ميدياتور يبقى الاتي تيود يبقى بهذا الترتيب وممكن طبعا لشان نخلي الكلام اقصر منطقية ممكن نخلي ده الاول ده التاني لكن خلينا نشوف هنسيف ونقول له برضو نحاول نعمل run ونشوف نتائج برنامجنا هتطلع الشكل عامل ازاي المرادي زي ما احداكم شايفين انا بافترض افترض اهو نفس اللي احنا قلناه قادي داي بقى كأنه جاي هنا هوت كده وكأن كده الجي بي اي الجي بي اي ده متغير تابع لده فقط وده ميدياتور ده ميدياتور ده ميدياتور شوفنا مع بعض ازاي ان احنا نستخدم الرو داتا بتاعتنا نستخدم السامري داتا في ان انا اعمل تحليل مصار وممكن اعمل اي حاجة تانية بس المهم الشطارة الشطارة ان احنا وبندخل مصفوفة الكوفاريانس او الكوروليشان ماتريكس ان اعرف دخلها ترتبها ازاي عشان تساهل على نفسك وحتى تتعرف ازاي ترتبها ازاي انا ممكن تتخيل انك انت بالزبط كده كأنك بتكتب يعني لو تخيلت كده كأننا بكتب المتغيرات مرة تانية يعني بقول له كده الاج طبعا انا حطيت علامة التعجب دي علامة التعجب دي لفي الاول دي معناها اني ده كومنت وبعدين جي بي اي واسف الاي كيو الاول الاي كيو و جي بي اي و جي بي اي وكمان اللي هو الاتتتوت اللي في انجينيرينج كأنهم كده بهذا الشكل بهذا الشكل طبعا ما تفرقش المسافات انا ممكن احرك ده كده واحرك ده مسافتين تلاتة مش مشكلة ما بتفرقش المسافات بنسبة لي حاجة بس عشان حتة التنسيق حتة التنسيق تمام بحيس ان الواحد ده يبقى تحت جي بي اي والواحد التاني ده نبعده كده شوية يبقى تحت بس هذا الشكل يبقى السطر الاولاني ده ممكن اجي هنا كمان ممكن اجي هنا كمان اعمل علامة تعجب تانية وحط علامة الاج ما تفرقش ولا كأنه ولا كأن الكلام ده موجود بس كده انا بسهل لك الامر بقولك ده كأنه الاج مع نفسه ادي الاج مع نفسه امال ده يبقى حاجة هنا وتكتب هنا برضه اسيب مسافة كده واعمل علامة تعجب وحط مسافة اي كمان ده ده يعتبر الاي كيو يبقى الاولاني ده يبقى ده الاج مع الاي كيو امال ده الاي كيو مع نفسه وممكن اكمل بقية الموضوع كده اجي هنا برضه واسيب كده حط علامة تعجب عشان بس أوضح لك الفكرة عاملة ازاي الـ GBA الـ GBA يبقى الرقم ده معنى إيه الـ GBA مع الـ GBA وده معنى إيه الـ GBA مع نجينا في الآخر كده خالص آخر واحد برضو علامة التعجب ونحط كده الـ Attitude English وعلامة وكده برضو علامة التعجب دي معنى إيه تجاهل هذا الكلام أنا حطه بس عشان أفهم يبقى كده الاج مع نفسه الاج مع نفسه ده الاج مع الاي كيو وده الاي كيو مع نفسه بقى واحد وهنا برضه الاج مع الجي بي اي اهو ده وده الاج مع الاي كيو الرقم ده الاج مع الاي كيو ثم الرقم الاخير الجي بي اي مع نفسه وكذا الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لا تؤثر معي في اي حاجة البرنامج هيتجاهلها تماما كأنها مش موجودة بدليل لما حاجة اقول له ران دلوقتي مش هيديني اي اخطاء وهيظل البرنامج عادي جدا 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 مفيش اي حاجة حصلت لو رجعت تاني الاوتبود بتاعتي وابص كده في الاوتبود النتائج طلعة ومفيش اي مشكلة في اي حاجة كل النتائج سليمة خالص خالص انا عايز برضو ان انا اقفل الكلام ده وحاقفل الرسمة دي كده وحاقفل الرسمة ومش هسايف حاجة وارجع اعمل رون تاني تأكيدا بس عشان نشوف ان الدنيا مفيش اي مشكلة مجرد تظل الرسمة بانا ماشي صح يبقى انا ماشي صح يبقى كده كل التام جميل جدا احنا تعلمنا النهاردة حاجات في منطقة الخطورة حاجات في منطقة الخطورة هذا الفيديو اعتقد انه هو يعني فيه معلومات حوالين ازاي اعمل كومنت وازاي ان انا اخلي بالي من الاخطاء اللي موقع نقع فيها وازاي اعمل مصروط مع مرتبطة ادخلها للبرنامج ازاي وازاي اكتب اكوشن كمية معلومات اعتقد انها رائعة جدا ومفيدة جدا لجميع الفيوورز اللي بيشاهدوا هذا الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم انا طبعا ها اعمل فيديو اخر ازاي ان انا استخدم بنانج البرلز في ان انا اجاهز الداتا ثم ادخلها للازرال لكن انا دلوقت ازاي ادخلتها يدوي ده كانت الخطوة الاولانية او الجزء الاولاني في فيديو اخر عن شو مستخدم نستخدم البرلز في ان انا اعمل انافذ الباث اناليسيس او الريجريشن او اي حاجة طبعا مماثلة ياريت الفيديو ده ورق او قلم ازاي كنا عايزين نتعلم وعايزين نفهم الازرال كويس جدا وعايزين ان احنا نتعمق فيه اكتر لان في معلومات كتيرة جدا جدا جاية في فيديوهات فيديوهات اخرى في النهاية احبائي راجبت لو عجبك الفيديو اعمل له لايك زي ما قلت لو تعرف ان احد ممكن يستفيد بيه وعلى قناتك اعمل له شير في جميع الاحوال اعمل سابسكرايب زي ما قلت فيه فيديوهات اخرى اتمنى ان في الكومنت تكتبوا لي ايه اللي حضراتكم تحبوا تشوفوه على القناة دي ايه الموضوعات ايه التوبيكس اللي حضراتكم متمين ان انتم يعني تفهموها اكتر تتعمقوا فيها اكتر وتأكدوا بازن الرحمن ان كنتوا اعتجدوه على هذه القناة في النهاية بشكركم جميعا وبتمنى لكم يعني كل السعادة والراحة البال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته